لكن ما هي الخطط المطروحة خلال الفترة القادمة لقطاع الناشئين بالكامل علشان نقطر عدد الناشئين اللي موجودين ومين من اللي موجودين ما لعبش فريق أول بترشحه الفريق أول العالف من كله لا فريق أول تقريبا موظمهم بس في عناصر حتى مستر كلر اللي ألاحظت حضر مباراتين الأسبوعين اللي فاتر مصبوط واحدة 2005 وواحدة 2001 اللي هي المبارات بتاعتنا مستر كلر حتى قبل المبارات كلم معي وقال لي أنا نزلت لك عناصر معينة كان في المترجم موقف معنا قلت له متشكرين يا كوتش على ده وجودك ده دعم كبير لينا ودعم كبير للولاد عشان كله يثبت نفسه ويظهر إمكانياته الحقيقة حتى الراجل بعد المباراة أشاد بمستوى المباراة وبمستوى اللي شافه بالروح والأداء بالمناسبة هل هناك اتفاق على طريقة لعب معينة يا شريف ولا هو بيسيبك تلعب راحتك لا مد الحرية دايما بيدونا بصراحة الحرية أنت تشعر كمدير فني عشان تقدر أنت كمان تتعلم عملية التطوير لأن أنت ما عندكش سبات حتى في التطوير الخططي أو السيستم من فوق لتحت ده مش موجود بس فيه في وقت معين بيبقى فيه تنصيق معنا مستر مايكل بروكيتش مدير الفني للقطاع ده بيتواصل بشكل مباشر مع مستر كولر فلو فيه إضافات بيقدروا يضفوها بيضفوها مثلا عايزين تب يعني يقول الفتر اللي جاء مثلا نلعب مثلا يعني مثلا نلعب خمسة ثلاثة اثنين مثلا يعني هقول لحضرتك دي بيتم في البرعن في البرعن من دلوقتي بص هيبت نستمع عشان نكون واضحين طالع احنا الحمد لله القطاع عندنا بدأ إعادة هيكلة في كل شيء نعم في السيستم والتنظيم والفكرة نفسها انت ازاي بتطلع ناشئ يصلح يكون لعيب محترف نعم احنا بنحط اللعيبة في الضغوط من هم عندهم عشر سنين وتسع سنين أوكي ما ينفعش الناس برا بتحط بيعدوبك بالمنافسات الحقيقة بتتم من خمسة عشر ستاشر سنة نعم احنا عندنا في نادي الاهل بنطبق ده عشان كده جايبين راجل محترف موجود بيقدر ينظم لنا دي دلوقتي اللي ولاد عندنا خلاص انت بقيت تحط السيستم في الأجيال اللي طالع نعم اللي ده هنقول خمسين خمسين لان خلاص بقى عدى المرحلة دي فان شاء الله الفترة اللي جاي هتلاقوا حاجة مختلفة بإذن الله